تداول مقاطع الفيديو عن إسقاط الصواريخ يعتبر جريمة معلوماتية ما رأيك بهذه الالتفاة الذكية والالتقاط الذكية للصحفي؟ هذا أولاً وثانياً أبغى أسمع تعليقك على ما شاهدت لين في الصحف يعني لدينا في بعض الأشخاص ما أود أن نسميه في لجهة العميلة الملاقية في شوي يعني مكان صاروخ طاح هذا الصاروخ فيه شضايا فيه ممكن إشعاع ممكن فيه ممكن باقي أجزاء إلى الآمان فجرة صحيح أنا أجلس أنا كمواطن غير مختص أن يروح أنا قاعد أصور سيلفي مع الصاروخ أو أني أقعد أنا أركض وراء الصاروخ وقاعد أبحث عنه ومشط عنه في المكان أنا هذه ليست مسؤوليتي كذلك يعني يجب أن ينبه يعني بعض الشباب الذين يعني ينقلون الحدث سواء في سقوط الصاروخ أو سواء اتحدثنا سناب شات أو تويتر أو غير ذلك هذه المنصات الإعلامية الكبيرة التي أنت توصل للعدو أحداثيات وصور ومقاطع وتقرير لحظي عن ما أصاب بلدك هذا قصده أصلا العدو العدو عندما يرسل مثلا هذا الشيء وفي الداخل في أي دولة كانت عندما يصورون في جوالاتهم في منصات التواصل الاجتماعي كعموم ويبثون هذه الرسائل على مرأة ومسمع يعني هناك كثير من القنوات الفضائية أخذت هذه المقاطع التي من صورها صورها عامة الناس وأخذت عليها تقارير تلفزيونية وربما بعض المفابلات عالمية عالمية نعم فأخذوا هذه التقارير يعني كيف يحصلون القنوات الفضائية سواء المحايدة أو المعادية هذه التقارير سواء بعضها ليس لديهم مراسلين داخل المملكة وإنما معامة الناس من موقع التواصل الاجتماعي خاصة وسائل العلام المعادية هذا لا أقصده حين الذين شاب فعلا شباب ذكي إذا تحدثنا عن بعض الأمور التي حصلت في المملكة العربية السعودية هناك شباب فعلا أذكية وهذه الرسالة نوجهها إلى من لديه ممكن معرفة أو طلاع عن بعض المشاكل أو بعض الأمور التي تحدث تباعا لهذا الموضوع ما الفائدة عندما يصور الشخص مقطع فيديو صاروخ طائح في بعض الأماكن أو حالة وفاة أو تدمير بعض الأجزاء لبعض سيارة نحتاج إلى زيادة الوعي وله مقطوع الحديث كستان خلاف وفاة أو تدمير بعض الأجزاء لبعض الأجزاء لبعض الأجزاء لبعض الأجزاء لبعض الأجزاء